تعلمت المصطحة كنت كي دوري كبحارات الشام القديمة وشوف خلف الجامع الأمو ناس ايك عم تنحط حاطين رابطين هكي شغلة خشبة عالمازم وعمين حاطوه انا سوري من دماشق وعمري خمسين سنة وصلي استقريبا سبع سنين بلبنان وقد اجيت هون علبنان شو بدي اشتغل؟ اللي اشتغلت بالمصطحة هي اسمي محمد عبد الواحد بشتغل نحط على الخشب وانا تقريبا من اللي درست الصف السابع بسوريا بدماشق وكان 13 سنة وقد فتت على مصطحة نحط على الخشب الحمد لله تعلمت المصطحة ومفضل الله خلال سنتين انا كنت بهوى المصطحة هي مهنة وبنفس الوقت فن بشلون بقى مهنة؟ يعني مهنة بتعرف انت في غرف نوم بتطلب انه حفر يدوي يعني بالذات حفر يدوي لانه مو كل موديلات بتقدر سايع المكانات الحديثة او كذا بحبها المصلحة وما اتخليت عنها بضل ايكي لو وقفت فترة استعمدوا الله يعني ببالي يعطوا الارسم واشتغل شغلات لالي يعني فنية يعني مصلحة يدوية يعني قد ما انتج الواحد وهون الظروف صعبة يعني بلبنان يعني المعيشة غالية كتير تعرف صارنا يعني الامور اتطورة هي الحفر يعني بده هدوء وبده تركيز وبنفس الوقت بده هكي بال طويل يعني هلو حتى الحفر بشغل اليدوي بقدر يستعمل مثلا الروتر في يعني بقدر يستعمل كمان عدد هكي يعني مشان السرعة هي مصلحة انا كل نهار واقف على رجلي يعني بتعب وتيكون المعداتي معي موجودة بيصير الشغل اسرع وعلى احلى يعني هون ما فيك تصمد بلبنان ما فيك تصمد لذلك اخي مثلا بيجيني ايام مثلا كراسي صفرة بحفره ايام بيجيني باب مثلا فيلا بحفره يعني انا يعني بدور ممن شرع من الشرع الحمدلله من ورشة لورشة كله نصحابي الحمدلله هل انا مستقر هوني مثلا عن شخص معين بأزه كتير يعني بحب اشتغل ليكي معو يعني حتى لو استلمت شغل من بره بحب اشتغل معو بالذات يعني برتاح بورشته لو كان الشرع يموقله بجيبها من بره بيشتغلها بورشته انا بتعمل يكون عندي ورشة ايكي لحالي هدوء